اهلا بكم مع اخبار الرياضة تفتتح يوم غد الجمعة مباريات الاسبوع التاسع عشر من دور المحترفين لكرة القدم باقامة لقائين يقامان في عمان والزرقاء ويجمع لقاء الاول فريقي البقعة برصيد سبعة عشرة نقطة والرمثى برصيد ثلاثة عشرة نقطة على استاد الملك عبد الله الثاني في السابع مساء حيث يسعى الرمثى للحاق بالمتصدر الوحدات اما البقعة فيقاتل للابتعاد عن شبح الهبوط فيما يلتقي فريق شباب الاردن والصريح في الخامسة مساء على استاد الامير محمد بالزرقاء اجرى سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم اتصالا هاتفيا من تشيلي مع نجم المنتخب الوطني احمد هايل للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وكان هايل قد خضع امس لصورة طبقية للدماغ واخرى للرقبة للاطمئنان على صحته لتأتي نتائج الصور مطمئنة بعد ان اكدت تعافي اللاعب وسلامته من اية اعراض خطيرة وابلغ الطبيب اللاعب بان وضعه الصحي يسير بشكل جيد وانه في طريقه للتعافي وربما يعود هايل الى عمان بعد عشرة ايام او اسبوعين للخضوع لمزيدا من الفحوصات رغم تأكيد الاطباء في الكويت على تعافيه بشكل ملحوظ عينت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم حكام مباراة الديربي التي تجمع الفيصلي والوحدات في الساعة السابعة من مساء يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر من دور المحترفين على استاد الامير محمد بالزرقاء واسمت الدائرة الحكام محمد ابولوم ويوسف ادريس ومحمد بكار واحمد فيصل لادارة المباراة كما تم تعيين سالم محمود مراقبا واعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس ايضا عن اسماء حكام جميع مباريات الاسبوع التاسع عشر للدوري يواجه فريق فولفسبورغ الالماني فريق نابولي الايطالي الليلة في ذهاب بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم ويدخل فولفسبورغ اللقاء بشكل جيد حيث يحتل المركز الثاني في البوندزليغا وينافس في الدور قبل النهائي من كأس المانيا بينما يخوض نابولي المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه السهل على هامبرغ بهدفين نظيفين وتجاوزه لفيورنتينا في مباراته الماضية بثلاثة اهداف دون مقابل تجاوز فريق جراميو بقيادة مدربه فيليب بيسكولاري ضيفه كامبيني سي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم افتتح اللاعب دوغلس التسجيل لصاحب الارض في الدقيقة الرابعة والستين واضاف لينكولين الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز جراميو بهدفين دون رد وبهذا الفوز تأهل فريق سكولاري للدور التالي من البطولة حيث سيواجه فريق سي ار بي تغلب نيو اوليانس بلكنز على سان انتونيو سبيرز بواقع 108 نقاط مقابل 103 ضمن منافسات دور كرة السلة الامريكي للمحترفين نيو اوليانس بلكنز تقدم في الربع الاول وانهاه ب34 نقطة مقابل 19 نقطة وفي الربع الثاني عزز الفريق من تقدمه لينهي الربع ب67 نقطة مقابل 47 وتمكن سان انتونيو من تقليص الفارق خلال الربع الثالث من اللقاء لتصبح النتيجة 86 نقطة مقابل 82 لكن نيو اوليانس تشبث بتقدمه ليفوز بالمباراة بنتيجة 108 نقاط مقابل 103 ويتأهل للأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الأولى منذ عام 2011 فاز نيو يورك ايلاندرز على واشنطن كابيتلز بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدوري الأمريكي لهوكي الجليد سجل بروك نيلسون الهدف الأول للضيوف إلا أن ماركو جونسون عدل النتيجة بهدف لواشنطن في الشوط الأول وشهد الشوط الثاني هيمنة نيويورك على مجريات اللعب ليسجل رايان ستورم لهم هدفا أتبعه جوش بيلي بالهدف الثالث وأخيرا سجل نيلسون هدفا رابعا لنيويورك لتنتهي المواجهة بفوز الضيف بأربعة أهداف لهدف اشتركوا في القناة